خبر تاني أيضا من الحوافز الحكومية رئيس الوزراء مبارح كان فيه مبادرة اتكلمنا عنها قبل كده لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي وده إحنا عندنا اكتفاء من الغاز الطبيعي في مصر أنضف على الجو والبيئة من البنزين بالتأكيد وأرخص للمواطن العادي أو أرخص لصاحب العربية الملاكية أو لصاحب العربية الميكروباس الحكومة هتقدم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية حوافز مالية يعني فلوس يخصم لك من ثمن العربية الجديدة حاجات ائتمانية يعني حيكون فيه تخفيض في الفايدة البنكية وإنت بتدفع الإقصاط الحكومة كمان بتقدم فرصة لامتلاك سيارات جديدة موجودة وحضراتكو نزل الليستة بيها تقدروا تعرفوا مركات السيارات وأنواحها وموديلتها مش هينفع طبعا نقول أسامي السيارات على الهواء حضراتكو تقدروا تخشوا على مواقع الخاصة بهذا الأمر وموقع مجلس الوزراء وتعرفوا السيارات وأو من تعملوا سرش في جوجل كده على أي من الصفحات الخاصة أو المواقع الخاصة الزملاء في الجرائد تعرفوا أسامي السيارات وأسعارها سيارات جديدة بدل السيارات الأديمة اللي بتكلف طبعا المواطن فلوس كتير جدا عشان الصيانة لو العربية زي ما بنقول كده في مصر العربية فتحت بقها لو عربيتك فتحت بقها وأديمة تقدر تروح تبدلها بعربية جديدة شغالة بالغاز ده كان كعلى هامش توقيع ببروتوكول المنظم للمبادرة الرئاسية اللي شارك فيها أربع وزارات وواحد وثلاثين بنك وشركتين تأمين وتسع شركات محلية لتصنيع السيارات موسيقى موسيقى موسيقى